حق الحصول على المعلومة أقرته المواثيق الدولية الدساتير الدولية الأمم المتحدة فلا حقوق مدنية أو سياسية دون حق الوصول للمعلومة وحين يقر هذا القانون سيكون هناك حضورا قانونيا دستوريا إعلاميا تشريعيا مهم يسجل لذلك أنا أعتقد الواجب خلال الفترة المقبلة أن يكون هكذا قانون متاح للجميع باعتبار أن يكون تنظيميا وليس تكميميا وهذه العبارة جدا مهمة هذا القانون المراد منه أن ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات كيف يمكن أن يأخذ المعلومة وبين الإعلام والمحامي وكل من يبحث ويريد التمكين من معلومة مهمة يستفاد منها وخصوصا نركز على قضية الصحفين الذين دائما يبحثون عن المعلومة وحين تسرب معلومة خاطئة هذه المعلومة ستكون هناك مآلات خطرة تتفتب على معلومات خاطئة ولذلك من واجب المؤسسات الدولة أن تكون واضحة في إعطاء كافة المعلومات بعد التشريع لأن هذا التشريع قبل التشريع لا يمكن أن أحد أن تتاح له هذه المعلومات بأريحية ويسر لكن أنا أعتقد بالتشريع القراءة الأولى حدثت والثانية وننتظر التشريع بإضافة وحدف بعض الأمور وبعض المواد التي حصلت وأعتقد أن القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الفترة القليلة القادمة والذي أنا بتقديري سيحد كثيرا من قضايا الفساد قضايا التهريب أن تكون هناك رؤية تشخيصية قبل حدوث العلل وهذه قضية جدا مهمة على الكون أن يعرفها تدري الدول تبعث هذه الأمور وأتذكر يمكن أول دولة بالعالم هي السويد سنة 1772 قرت هذا القانون وأول دولة عربية يعني إحنا شوي تأخرنا بالدول العربية لكن أول دولة عربية قرته سنة 2007 هي الأردن ولذلك يجب أن نسير على هذه الدول وأن يكون هذا القانون متاح خصوصا بعد التغيير وبعد حرية التعبير التي حصلت هو في فوضى الإنترنية يجب أن يكون قانون ينظم هذه العلاقة ما بين الكل